ممكن أنا كنت حتى بتكلم مع كابتن شويرف من فترة كده فبيقول لي أن الدور يعني كان ليلة افتتاح الدور ده وبعدين بيقول لي أنت تتخيل ده قلت له أولا طول ما ما فيش جمهور الدور ده لو سلع قيمتها كده عشر قروش ما يسويش قرش يعني بدون الجمهور بس الناس فاكرة أن الجمهور مجرد هيصة موجودة في المدرجات لا 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 الجمهور ده يعني حلقة أساسية في كل منظومة الكرة القديمة طبعا يا أخي حتى ده أنا كتعليق أنا الواحد نسي التعليق أنا شخصيا بقولك من الدوري شوية الدوري اللي علقت فيهم دول أنا حاسي الواحد نسي التعليق ليه؟ جزء أساسي من أدائك كان أن أنت بتسمع صوت الجمهور هو اللي بيديك الشحن النفسي وبيخليك بتطلع كل طاقاتك أذكر كان السيدة أم كلسوم كوكب الشارقة زي ما يقوله كانت بتغني قدام الجمهور وبعدين قالونا بقى تعالي بقى وهي طبعا في مراحل العشر سنين الأخيرة من عمرها الفني قالونا تعالي بقى يسجل لنا الأغانية دي يكون لها في استوديو فدخلت راحت ونظمت بتاعه ودخلت على السيد طبعا السيدات بتاعت زمان بقى عبارة عن حيطة سد كده ومايك ووقفي يلا والفرقة جاء وراها أنا حاجلني كده مستحيل يقنعوها يجيبوها يمين شمال أبدا تقولك إذا كان أنا من عيني على الناس هو ده اللي بيطلع قدراتي بتخيل دي كوكب الشارقة بتخيل بقى اللعيبة اللي كل حياتها أن هي تسمع صوت الجمهور تحس بالتشجيع تحس بالكلام دو كانوا يسموا استاد القاهرة ده استاد الجحيم أي فرقة بنلعبها يعني معناها أن هي جاية هنا الجحيم لازم تعمل حسابها أن على ملعبها تعمل أفضل نتيجة زائر يعني عشان ده استاد اللي هو اللي لا ينكر حد من الفرق اللي في أفريقيا يقدر يقف قدامه انتخب مصر وهو بيلعب عليه فإنت بتتكلم على شيء أساسي بس الحقيقة كل أطراف المنظومة أصروا تجاه أن الجماهير دي ما ترجعش في الفترة الزمنية اللي احنا عملناها كل طرف من أطراف المنظومة لدور حتى من بذلك الإعلام احنا لينا دور سلبي في أن احنا الجمهور ما رجعش أن احنا ممكن ما وعناش الجمهور كويس أنه يتصرف إزاي وأنه يعمل إيه أن احنا نبقى حرسين جدا على أننا نحط المادة الكافية بأن الجمهور ده لما يرجع يكون رجوع آمن يكون رجوع بقى مش كل شواء أرجع بس اللهي أنا ردنا على حضراك بالنسبة لإعلام الرياضي أنا يعني عجبني جدا في متابعة لكابتن أحمد شبير على ملف عودة الجمهور يتكلم الحقيقة يعني بشكل هادئ وهو دائما بيجني يعني أي خلافات جانبا يتكلم في أسس عودة الجمهور كابتن شادي محمد مبارح في قناة القالية فرقت عليه الحقيقة عمل حلقة برضو على الجمهور وأن الجمهور لازم يحاسب والجمهور لازم يساعدنا ولازم يبقى فيه موقف الجمهور لو أخطأ تمام بس أنا بكلمك أطراف المنظومة لها عشان ما جيش على جنب يعني اتحاد الكرة قصر الأمن نفسه قصر الجمهور نفسها قصرت أنا حتى كنت في مباراة الكرة الطيرة ممكن تنتبهم أرتبهم وما تزعلش نمر واحد اتحاد الكرة ليه بقى؟ هقولك ليه لأننا لو كانت لا لازم أقول أبرر ليه أنا بسألك وأنا عارف أنت حضرك رياك لا لا أنا عارف والله هقولك ليه بعد حدثة بورسعيد على طول إني أبقى قلت لك عايزين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة من رموة واحد مداخل تكون آمنة كده لدخول الجماهين مش جحر كده ولا خندق بيخشوا منه الجمهور لأن انت مجرد عشرة ندفعوا موتوا واحد فلا مداخل وكاميرات من بره عشان المشاغب ده تلقطه على طول وجوه الملعب كاميرات تغطي كل المنطقة وأجهزة تكشف على المعادن يا رجل ده أجهزة تكشف على المعادن دي أنت لو دخلت كشك سجايا الوقتي يعديك ليقولك حط الموبايل هنا يعني لو دخل أي حتة يعني قصدي مش حاجة صعبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة